قبل أن أذهب للسودان، سأبدأ معكم على إيه اللي قدموا منتخب مصر قدام غينيا بيساو بالأرقام نبدأ بمقارنة سريعة بين منتخب مصر وغينيا بيساو اللي بشوفوا الحقيقة لعب مطش كويس وكان قريب جداً حقيقة منه يحرج المنتخب المصري في آخر دقائق من المباراة وسجل تعادل بس الحمد لله الفرق كان رحيم بنا وكان فيه هجمة بعد الهجمة دي على طول كان فيه هجمة خطر جداً ناوي شال كورتين يعني نروح للأرقام لكي تديني بس إيه أو مدلول لشوات حاجات بسيطة قوي هنشوف الصورة بتاعت قدامنا دلوقتي التاميرات اللي عملها منتخب مصر واللي عملها منتخب غينيا بيساو منتخب مصر 473 غينيا 308 والاثنين نسبة الاستحواز بتاعتهم أو نسبة التاميري الصحيح أربعة وثمانين في المائة منتخبنا وثلاثة وثلاثة وثمانين في المائة يعني طيباً الاثنين قدموا نفس النسبة في دقة التمريرات فيه بقى الحاجة اللي يمكن غريبة شوية ودي بقى يعني لازم لها وقفة أو لازم إحنا نسأل هو ده بيحصل ليه في المنتخب إن منتخب غينيا بساو إن إحنا نتعودين إن المنتخبات الأفريقية بتكون المهارة عندهم مش أحسن حاجة عامل 31 مراوغة في حين إن إحنا عاملين 17 فقط الصورة اللي قدامنا دلوقتي طبعاً اللي قدام حضراتكم دي عدد تمريرات منتخب مصر هنلاقي إن منتخب مصر في التلت التاني اللي هو التلت التحضيري عامل 235 تمريرة اللي هو تقريباً بنتكلم على ممكن يكون معدد 50% تقريباً أو أكتر من 50% بنمرر في تلت ملعبنا وهي دي كانت مشكلتنا في مبارات ناجيريا بأن إحنا تماماً أو يعني إحنا محاصرين مش قادرين نخرج من التلت التاني عشان مفيش لعيبة بلاي ميكرز مفيش لعيبة كارييرز يقدروا يأخذوا الكورة ينروحها للتلت الهجوم ينقلوا الفريق بالضبط وده من ضمن مشاكل 4-3-3 اللي منتخب يلعبها بجودة التلاتة اللي بيلعبه في قلب الملعب لو رحنا شوفنا بقى منتخب غينيا هنلاقي تقريباً منتخب غينيا نفس الكلام يعني معدل التمرير بتاعه والأسف فيه تشابه بقى يعني هنضطر نقول إن تشابه في المنتخبين في الأداء إن منتخب غينيا عامل 132 تمريجة في قلب الملعب أو في التلت التاني اللي هو التلت التحضيري وعامل 121 تمريجة في التلت الأول بتاعه التلت اللي هو الدفاعي وده برضو بيوضح جودة اللعيبة اللي موجودة عند غينيا إزاي كانوا بيتنقلوا لنص ملعب منتخب مصر بعد كده ممكن نروح نشوف بقى بسرعة منتخب مصر كان بيفقد الكرة فين ومنتخب غينيا بيفقد الكرة فين هنلاقي برضو إن منتخب مصر بيفقد الكرة في أماكن التلت التاني والتلت التالت اللي هو الحتة اللي إحنا كنا دايماً بنبقى عندنا مشكلة فيها نحن مجرد ما كنا نوصل بسرعة منتخب مصر بيفقد الكرة بنسبة 45 مرة في التلت لا هو المنتخب المصري فقط طول المباراة 72 الكرة 72 مرة لكن من التمرات من التمرات احنا فقدنا الكرة هو الرقم ده هنلاقي طول الوقت المشكلة كلها لما بنوصل من التالت التاني وبنبدأ ننقل التالت المناسبة بنخسر الكرة في المكانals الموجودة قدامنا في التالت التالت وده برضو يأكد إن الكاريرات المنتخب مصر او اللعيبة الحاملين للكرة اللي المفروض يروحوا يصنعوه لعملها عندهم مشاكل اللي هم لاpping نص الملحب اللي هم لاسب po' الملحب نرح بقى لل Julian هنالك هو استعداد الكرة المنتخب مصر الاستعداد الكرة المنتخب مصر اللي هتوضح الحاجه اللي كانت بيتميز FL في البطولة العربية. كنا مميزين في البطولة العربية بحيثة اننا كنا بنعمل Heighline كويس و Made Line كويس. كنا بنضغط من فوق كويس من التلت الثالث اللي هو الدفاع للمنافس. التلت الدفاعي للمنافس. أه تلت الاول الدفاعي للمنافس والتالت الهجومي لدينا احنا. وكننا بنضغط من التلت الثاني الم Made Block وال High Block. لو نرجع للصورة اللي كانت موجودة دلوقتي ونشوف منتخب مصر. يستعيدي الكرة فين. هنكتشف من المنتخب مصر ما كانش بعمل بقى الهاي لين ده على منتخب غينيا فده كان بيعملنا برضو مشاكل فهي انتفقات الحالة الدفاعية اللي كنت رايح بيها مميز في البطولة العربية فقطتها الصورة موجودة قدامنا احنا طريبا قطعنا كرة واحدة من الهاي لين ايو 18 في نص البلعب و 31 في تلت الدفاعي بتاعنا بزوبك يعني بنتكلم طريبا النسبة ممكن توصل بحاجة و 60% ان احنا بنساعد الكرة او اكتر من 60% كمان 70% في الجزء بتاعنا فده بردو بتأكد ان احنا احنا ما تطبقناش هاي لين بس اللي هيشوف الصورة هيتخال حاجة من الاتنين يالمنتخب تطبق هاي لين وفشل فيه يالما تطبقوش اصلا فاحنا ما تطبقوش اصلا فهي بردو هتلاقي الانديكيشنز بتودي في حتة مش رحسن حاجة دي كتت يعني احصايات ايه تدي شوية يعني مش مبررات بردو بس يعني اكسكيوسوس للناس اللي مش متفقة مع الراجل ده ان لا الاداء بينصفك ولا الارقام بتنصفك لانه كان في مؤتمر صحفي بعد مباراة تونس وانا ايسف ان انا اقول كده هو ما قالش الحقيقة فيه خالص قال منتخب مصرس لنا النهاردة عملنا 42 عرضية اعتقد كان قابل مباراة تونس او في البطولة العربية بطولة العربية واصلا كنا وقتها عامليه 22 عرضية يعني هو ضاعف الرقب من عنده هو قال احنا كنا عندنا فرص كتير جدا في مباراة كتر وكتر ما كانش عندها فرص احنا اصلا الشانس بتاعتنا كانت 6 وكتر 3 فحتى الارقام اللي هو كان بيتكلم بيها في المؤتمرات الصحفية ما انصفتوش لحد الوقتي وهو قال حتى في المؤتمر ده فاكر احرجنا منتخب قطر اه وقدمنا فوق ما احنا كنا قدمنا انا آسف ما عملناش اي حاجة ما احنا على فكرة الست فرص في 120 ديئة مش في 90 اه يعني عشان بس الناس لما تيجي تحسب هتلاقي ان تقريبا ان المنتخب كان بيوصل بفرصة كل 20 ديئة لا هو اللي نفيش شك فيه انه الزاوية اللي بيبص منها كارلوس كيروش على الكرة في مصر وعلى منتخب مصر مختلفة تماما عن الزاوية اللي المصريين شايفين فيها كرتهم ومنتخبهم يعني دي خلاص دي حقيقة لا تقبل الجدال الراجل شايف حاجة احنا مش شايفينها واحنا شايفين حاجة يبدو كمان انه الراجل نفسه مش شايفها او مش مستوعبه طيب نروح نمطش السودان سريعا ازاي بتشوف المباراة دي عندي ثلاث مطبط فتوح اكرم الوينش الثلاثة لا مش بنسبة هم غالب يعني خلاص بره لتشكلة المنتخب المباراة دي والثلاثة الحقيقة كانوا لعبين مهمين جدا في مراكزهم يتعامل ازاي معا كارلوس كيروش بدايل ولا يغير في طريقة اللعب انا الحقيقة شايف انه استبعاد الوينش في مصلحة المنتخب مع احترامي الوينش استبعاده في مصلحة المنتخب لانه تكلمنا في النقطة دي قبل كده انه مش كل اتنين مدافعين كويسين يقدروا يقدموا جودة الاثنين مع بعض اه دا تكلمنا فيه كتير قبل كده هنا برضو فانا يعني حقيقة شايف ان دي احجازي يعني دا مش انتقاس من الوينش بقدمة انك شايف انه حجازي والوينش مش احسن حاجة مع بعض بالزبط فلما نزل محمد عبد الملعيم لأ كان واضح ان فيه صلابة دفعية عند المنتخب اقوى من اللي كانت موجودة والوينش موجود وده كان سببها حاجتين سببها ان الوينش موجود وحجازي هو اللي موجود وبقى محمد عبد الملعيم اللي هو بقدم جودة كويسة وكمان تحول حجازي من الجزء من هو بلعب رايت سنتر باك لانه بلعب لفت سنتر باك لانه برضو فرقة مع المنتخب بدل ما كان بلعب ناحية اليمين بقى بلعب ناحية الشمال فجودة الخروج بالكرة من ناحية الشمال اللي كان دايما فيها مشكلة اتعالجت بوجود حجازي والجزء اليمين اللي يمكن كان اقل شوية في وجود حجازي مع الوينش وكنا بنخسر الكرة كتير في ان احنا بنحضر وكنا اوقات كتير جدا بنرجع للكرة الطويلة هذا تعالج بشكل احسن من كده لما كان موجود محمد عبد الملعيم فعشان كده انا شايف ان الاثنين مش اقول ان استبعاد الوينش يعني يرجع بألف سلامة وكل حاجة والسلام شايف ان استمرار التجربة بتاعت عبد الملعيم وحجازي هي افضل بكتير من التجربة بتاعت الوينش وحجازي بالنسبة الاكرم خلاص يعني اكرم بعيد تماما لفترة طويلة عمر كمال هيقدم انا بشوفه من الناس اللي اجادت في مباراة مصر وغيني اجادت بس على الجزء الدفاعي انا اعتقد هايب عندنا مشاكل لما نقابل منتخب قوي ان شاء الله ده مش حصل في مواتش السودان لان السودان برضو الجودة مش احسن حاجة لكن على اللونجرون احنا مش هنقدر نستخدم عمر كمال عبد الواحد في المباراة الكبيرة بشكل كبير لان الراجل عنده الجزء الدفاعي مش احسن حاجة هل هتستخدم مين؟ اعتقد محمد هاني هيبدأ يرجع كريم فؤاد لعب مواتشين شكله قوي انت بتكلم بعد البطولة انا بتكلم بعد البطولة وبجوة البطولة لا خلاص انت يعني ما بين الاتنين دول اللي هو محمد عبد المنعم اللي هو خلاص اصلا هيبدأ ياخد كسنتر باك مش هيقدر ان هو يرجع باك رايد بسهولة وناحية اليمين خلاص هو عمر كمال مكمل والشمال؟ ناحية الشمال ايمن اشمل خلاص مفيش حلول تانية السناء الوس من وجهة نظرك الافضل من التلاتة لو لعب باثنين من التلاتة يعني نيني السلية لقدم مباراة يعني الناس شاية كانت بتشاكك راجل مصاب من اخر شهر ديسمبر يمكن بقاله فترة ما بيشاركش ورغم كده الحقيقة راجل اجاد وكان الاسست بتاعه كفيل بانه يعمل فرصة هدف لصلاح ودي اللي فوزنا بها لكن انيني صلاة انيني سلية حمدي فتحي مين الاثنين الانسب من وجهة نظرك؟ أنا شايف ان الحقيقة يعني محمل انيني ممكن يكون العيب كبير والعيب احنا اتكلمنا عنه كتير وقلنا كتير ان هو العيب كويس ممكن يكون في بعض الامور او الواجبات اللي بيقوم بها في الملعب ممكن مش بسهولة المشجع العادي بيقدر يشوفها لكن المتخصص بيبقى عارف انها حاجة مهمة لكن انيني الحقيقة بعيد تماما عن مستوى لانه ما كانش بيشارك انا شايف ان حمدي فتحي مكان محمد انيني مع عمر السلية ده هيكون افضل خصوصا ان الاثنين دول في بينهم هارمون بقالهم سنتين شايفين بعض كويس وعارفين بعض كويس وحتى كان بيتسو مسمياني كانت تكلم في القصة دي قال ان عمر السلية بيفتقد حمدي فتحي بحمدي فتحي بيفتقد السلية انا شايف ان الاثنين مع بعض كويسين وانا شايف ان نضيف معاهم كمان عبدالله السعيد انا شايف ان عبدالله السعيد بالرغم من المشاكل الدفعية الكتير جدا اللي موجودة عنده لانه هو اللاعب الوحيد الكارير اللي موجود في المنتخب اوه اوه هذا كان سؤال من اسئلتي لو مش عبدالله السعيد في الحتة دي وعايز لعيب ممكن يلعب الحتة دي ممكن يكون مين محدش، المنتخب مفيش ولا لاعب كارير، مفيش ولا لاعب عنده إمكانية أن هو ياخد الكورة ويبدأ إنقلها لأنه هو الرجل مش يساب أفشا فخلاص هو فقد اللعيبة ما أنا عايز أحاول ألاقي حل إنك تصلح الغلطة دي يعني أنت تكبت جريمة إنك حتى لو مخدتش أفشا أساسي ممكن يبقى ورقة ممكن يبقى حل ممكن يبقى كارت تلعب به في أي وقت لكن هو ما عرفش مش عارف طبعا إزاي بس ما علينا ده حصل وخلاص ما فيش حد في المنتخب ممكن يلعب دي يعني مش شاف إنه حد هو الرجل جرب كل الناس أنا ما احترامي للجميع كله فشل زيزو ما يلعبهاش رمضان أو كاس زيزو ما قدرش يقدمها اللعيب اللعيب الكارير ده اللي هو نوعية عبد الله ونوعية أفشا اللعيبة اللي نوعية محمد ابوتريكا نوعية حسني عبد الرب وحسام غالي نوعية اللعب في وسط الملعب اللي بيعاف يوقف على الكورة يعمل شغل الملعب يعرف ينقل الكورة من تلت لتلت ومن زون لزون تمش موجود عند اللعيبة دي تريزيجيه لعيب طرف هايل ولعيب لما تحطه على طرف عنده سرعات وعنده كورة تحطه في القلب يبقى تلت قدرات أولا الجزء من المميزات أو الجزء الأكبر في مميزات تريزيجيه إنه لعيب سريع وإنه لعيب مهاري إنه بتخسر اللي اثنين دول لما بتحطه في قلب الملعب لأنه هو مش يقدر يستخدم ده فاللعيبة الكارير هو سابها كلها وراء ظهره في مصر ورحب عبد الله بس فأعتقد أن حتى المنتخب من غير عبدالله شوط الثاني بالرغم من أن الأل valentineun Nconsids z기가ông por inclusive بس أنا رأى أن الأل vaعتقد пока Abdullah وأصر رجعي. يعني عبدالله أنتوكد في المباراة دي هذا بأصر رجعي. يعني على تاريخه كل. بس خني عمم كم تفني أشريف إنه عبدالله السعيد ليحنا شفناه مش هو عبدالله السعيد. وأكيد مش هوا هو. يعني في فارق كبير جدا. أكيد مش هو هو بس تعال أنت بقى بص يتفرج على منتخب مصر قبل عبدالله وبعد عبدالله في الشيط الأول وفي الشيط الثاني فقدنا اللعيب أنه قادر يأخذ الكرة وينقلها من من التلتة التاني للتلتة التالت عادي معك سريعا على المجموعات تقول لي إيه منطقي وإيه مش منطقي وتوقعتك للفرقتين اللي تتأهل من كل المجموعة المجموعة الأولى كاميرون مركز أول بوركينا فاسو ومركز ثاني كاب فردي أو راس أخضر في المركز ثالث وإثيوبيا في المركز الرابع أعتقد المجموعة دي حوسمة منطقي الترتيب منطقي بالنسبة منطقي جدا مين أقرب كاميرون بوركينا فاسو الاتنين دول أقرب هما هما الاتنين أقوى غينيا على حساب مين؟ على حساب السنغال في المركز الأول برصيد أربع نقاط سنغال في المركز الثاني برصيد أربع نقاط ملاوي بزنبابوي تالت بثلاث نقاط وزنبابوي أخير برصيد صفر من النقاط الأدهشني مستوى زنبابوي ضعيف جدا وأقل من المتوقع بكتير لكن أعتقد برضو إحنا بنتكلم تقريبا ما فيش مفاجآت غير أداء زنبابوي ما كناش متوقعين أنه يصعد لكن كنا متوقعين أداء أحسن من كده المغرب في المركز الأول المفاجئتين الأكبر في الخامسة والستسة مركز أول أربع نقاط غينيا الاستوائية مركز ثاني ثلاث نقاط سير اليوم مركز ثالث نقطتين والجزائر المرشح الأبرز مركز رابع نقطة واحدة ومهددة في حالة عدم تحقيق الفوز قدام كوديفوار بالخروج من البطولة أنا عندي توقعات أن الجزائر مش هتكون موجودة خلاص واضح يعني دخلين بيجو دخلين بحاجات سير قوي بدخلين أن هم هدفهم أرقامهم كاسية وحاجات كده أعتقد ده خلاهم بعيد عن البطولة خالص فده ممكن يخليهم برر بطولة مين الأعرب لموجهة مصر لو إن شاء الله فوزنا في مطش السودان واحتلنا خلينا نقول مركز ثاني ده الأعرب يعني أعتقد ما بين سنغال وسير اليون محظوظ محظوظ نروح المجموعة الأخيرة جنبية في المركز الأول على حساب مالي في مركز ثاني وتونس في المركز الثالث وموريتانيا في المركز الأخير أعتقد برضو في الآخر هنوصل لتونس ومالي مش هنروح بعيد عن الاتنين دول شريف سالم نورتنا وبشكرك شكرا جزيلا سعداء بوجودك دائما معنا وإن شاء الله اللقاء اللي جاي يبقى منتخب الوطن يمقدم مرضوط أفضل في مكان أحسن مبشر إنه ممكن يروح لأبعد نقطة في بطولة أفريقيا مرة تانية تحية واجبة يعني ممكن ما كانش عندنا وقت نفرد مساحة ليهم لكن هتكلم عنهم بالتأكيد لأنهم يستحقوا مننا كل الاهتمام بعد العرض القوي اللي قدموه قدام لإسماعيل النهاردة الكلام على الشباب الأهلي بس بكرة إن شاء الله فرد لهم مساحة أكبر بشكرك يا شريف على وجودك معنا مرة تانية وبشكر حضراتكم على المتابعة وتحياتي لحضراتكم وعلى كل خير نتقابل إن شاء الله على شاشة الأهلي دايماً في السادسة ترجمة نانسي قنقر